السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صبانة على شكل ورقة شجر تقدر ان انت تثبتيها على الحودة عندك وتقدر يتنظم عليها الصبون اللي انت بتستخدميه او تقدر يتثبتي عليها لوازم تنظيف الموعين وهنا بقى معنا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تسوي اللحوم او الخضار او البيض او اي حاجة تانية انت عاوزاها وهو بيجي مكون من ثلاث ادوار تقدر ان انت تسوي ثلاث اكلات على البخار في نفس الوقت هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي وهي بتحتوي علي كذا كطع وكذا اداة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي انت بتنظفيها دايما في المطبخ عندك بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطعة اللي بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او اي حاجة احنا عاوزينها في اي مكان عندنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر من خلالها تشيلي كل الوبر من على الهدوم او الكنب بكل سهولة وطريقة تنظيفها سهلة جدا زي ما انت شايفي كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا حامل للموبايل والحامل ده مكتبي تقدر ان انت تثبتيه على اي سطحة مكتب وتثبتي عليه الموبايل بتاعك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على ازالة البزور من مختلف انواع الفاكهة او الخضار زي الكرز او الزتون تقدر ان انت تشيلي منهم البزور بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا اداة تقطيع تقدر ان انت تقطع بيها الفاكهة زي البطيف كده على شكل ايس كريم بطريقة سهلة قوي وجميلة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظم بيها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدم المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمنظم تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنظم الورق او المنظم الرل والمنظم ده بيجي معايا اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيه عليه بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع السلطات بكل سهولة مجموعة هيلة جدا ومتميزة من الادوات المنزلية الحديثة اللي بتساعدنا في شغل البيت واللي ما فيش اي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عنها وتقدر ان انت تحصلي على كل الادوات دي بكل سهولة وبكذا طريقة معتمدة هيتم شرحها في نهاية الفيديو ده ولو عندك اي استفسار عن اي منتج معانا في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي وبتابع فيديوهاتي اتمنى انك تداميني وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك ولو عاوزة يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة فعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على باقي الادوات والمنتجات اللي معينا في الفيديو ده بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على سحب الهواء من مختلف اكاس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا طبعا الطريقة دي بتساعدنا ان احنا نحافظ على مختلف الاكلات اللي بتبقى موجودة عندنا لاطول فترة ممكنة جوه التلاجة او برا التلاجة على حسب طبعا الحاجة اللي احنا عاوزين ننظمها في الاكاس دي واستخدام الجهاز ده بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقعد تقدر ان انت تثبتيها عندك على كرسي الحمام والمقعد ده بيكون خاص بالسيدات وخصوصا الحوامل وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصليه وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء زيز الصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة التنظيف المرينة جدا دي طريقة تصميمها بتساعدك ان انتي تنظفي بيها مختلف الاحزان اللي بتكون عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف المواعين والاداة دي بتيجي معاها كذا كطعة عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انتي تستبدلي الكطعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل المواعين اللي بتبقى عندك وتقدر كمان ان انتي تنظفي بيها الحوض او البتجاز بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخدار والفاكهة تقدر ان انتي تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخدار او الفاكهة بكل سهولة في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنشر المتحرك طبعا تقدر ان انتي تخديه معاك في اي مكان وتسبتيه على الجدار او على الشباك بكل سهولة وتقدر ان انتي تنشري عليه البطاطين الكبيرة وطبعا هو بيستحمل معاك لو هتنشري عليه اي حاجة بتكون تقيلة وتقدر ان انتي تخرجيه برا الشباك اك انك منشرة على بلكونة وتنشري عليه الهدوم او اي حاجة تانية انتي عاوزها وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمعجون الاسنان وفرش الاسنان وتقدر ان انتي تنظمي به الكريمات وفرش الميكب او فرش الشعر وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيان اللي تقدر ان انتي تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناسبة جدا بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انتي تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انتي تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انتي تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انتي تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة زي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو ان انتي تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في الدولاب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انتي تغسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المياه وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انتي تجفي في كل الهدوم اللي انتي غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت بعد كده عندنا المنفضة او الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظف الجدار او الاجهزة او النجف وهي بيكون لها كزا استخدام تقدري طبعا من خلالها تحصلي على افضل نتائج التنظيف وهي طبعا بتشتغل عن طريق الشحن ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكزا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب داياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبرس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عن الأدوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دولي تلات طرق اللي تقدري أن انت تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى أنه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر أنه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر أن انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية الليل اشتركوا في القناة